أريد أن أؤكد أن الحكومة المصرية وخصوصا محافظة في بحر أخمر تتخذ كل إجراءات المطلوبة لديمان الإقامة وسياحة لصواخ الروس وصواخ من دول أخرى سياحة أمينة والمريخة وجميلة وأتمنى أتمنى لصواخ الروس وكل ضيوف المصر العظيم والصديقة يعني إقامة كويسة اليوم الثاني من المبادرة الخاصة بإدعم سياحة بلدك وكان فيه طبعا خطة أن نحن نظهر التنوع الموجود في مدينة الغرداء هي مدينة عالمية لما أي حد فينا هييجي هنا يزور الغرداء في هذه الأيام هيجد معظم الجنسيات موجودة سواء كانت أوروبية أو غيرها وأعتقد أنه واضح قوي أن الشمس هنا قوائية والدنيا يعني صيف تماما وبالتالي دي ميزة موجودة لأن العالم كله طبعا في الخارج في أوروبا بدأ فصل الشتاء القارس وأعتقد أن احنا بننعم فعلا بتنوع سياحي كبير سواء كانت شواطئ أو السفاري اللي أعتقد أنها برضو بتجذب الاعتمام السائح الأجنبي ترجمة نانسي قنقر